مرحبا بكم عندما يتنقل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من مكان إلى آخر نعلم جميعا أنه لا يستقل أي عربة من محطة الحافلات فعندما لا يتحرك جوا يقوم الرجل الأكثر قوة في العالم بالتنقل من خلال موكب مذهل إننا نعلم بالتأكيد أن الليموزين الخاص به مضاد لرصاص بالإضافة إلى وجود العديد من العملاء السريين حوله ولكننا نراهن على أن هناك بعض الحقائق المذهشة لم تكن تعلمها عن الموكب البحث والتطوير إن الأساس في أي موكب رئاسي هو ليموزين الرئيس ربما نكون قد رأينا صورا للمركبة الرئاسية وهي تتنقل سريعا في شوارع العديد من المدن ولكن ما لا نعلمه هو أنه بدلا من استخدام ليموزين عادي وجعله مصفحا وذا إطارات مسطحة يتم القيام بالكثير من البحث والتطوير من أجل عملية تصميم وتجهيز المركبة الرئاسية كم تكلفتها؟ حسناً لقد استغرق تجهيز المركبة المستخدمة في افتتاحية الرئيس ترامب عدة سنوات وبمرور الوقت ثارت الشائعات عن تكلفة تجهيز هذه المركبة حيث بلغت التكلفة حوالى 15 مليون دولار إلى أين وصل بك البحث عن هذا الموضوع؟ تتعدى مركبة الرئيس كونها مركبة وإنما هي مدرعة بمعنى الكلمة لأنها مزودة بأبواب مصفحة سمكها ثمانية بوساط وزجاج مضاد لرصاص من ساعة 44 بالإضافة إلى أن جسد المركبة مكون من حديد مصفح من الطراز العسكري حتى من أسفل المركبة وذلك بغرض حماية الرئيس من القنابل اليدوية التي من الممكن أن يتم إلقاؤها أسفل المركبة كما أنها تحتوي على حاوية بنزين مصفحة تتميز بإغلاقها لنفسها إذا حدث بها ثقب تكلفة الليموزين يمكنك أن تتخيل مدى ارتفاع ثمن الليموزين الخاص بالرئيس تبلغ تكلفة أي ليموزين عادي حوالى 75 ألف دولار ولكن بعد أن يتم تصفيح المركبة ومع وسائل الأمان التي يتم تزويدها بها فإنها تصبح غالية الثمن بشكل جنوني إن التكلفة التقديرية للموزين رئاسي واحد تبلغ حوالى 1.5 مليون دولار وهذا لا يتضمن سعر البنزين الذي يعد غالي الثمن أيضا لأن هذه المركبة تستهلك جالون من البنزين لكل أربعة أميال السرعة والغضب حسناً بما أن هذه المركبة ثقيلة الوزن ومستهلكة للبنزين فإنها تستطيع السير لمسافة 60 ميلاً فقط خلال 15 ثانية وتقوم الخدمة السرية بتعويض هذا العجز عن طريق الاستعانة بسائق متخصص خلف عجلات القيادة إن من يقود مركبة الرئيس ليس سائقاً عادياً وإنما هو عميل سري تم تدريبه بحيث يستطيع التعامل مع المركبة كما لو كانت سيارة من طراز فراري يتم من خلال هذه الدوريات التدريبية المتخصصة التي يتلقاها السائق التأكد من أنه يستطيع الخروج بالمركبة من أي مأزق في أي موقف طارئ إذا توجب عليه ذلك ليست واحدة فقط نعم هناك نحو 12 سيارة لموزين رئاسية ولكن لماذا يتم الاستعانة بهذا العدد؟ إذا شاهدت الموكب الرئاسي سوف تلاحظ وجود مركبتين أو ثلاثة من نفس النوع ويتم استخدامهم من أجل نقل كبار الشخصيات وأحياناً يتم استخدامها للتمويه فقط لا غير لذا فإنهم يسيرون حول الموكب بحيث لا يعلم أي إرهابي محتمل أي مركبة يستقلها الرئيس دائماً ما ترسل مسبقاً من كاليفورنيا إلى انجلترا يتم إرسال الموكب مسبقاً بمساعدة الجيش الأمريكي حيث يتم شحن مركبة الرئيس ومركبات الخدمة السرية أيضاً على متن طائرة نقل عسكرية والتي تطير نحو المقصد استعداداً لاستقبال الرئيس وبذلك يصبح هناك دائماً مجموعة مركبات متشابهة تنتظر لمرافقة الرئيس حيثما كان في أي مكان في العالم أهمية العدد إذا كنت قد شاهدت بضع مواكب رئاسية إذن فأنت تعرف أنها تختلف قليلاً بعضها عن بعض هذا لأن كل السيناريو يختلف عن الآخر وبالتالي فإنه من الضروري تغيير حجم الحماية وفريق الدعم الذي يسافر مع الرئيس أو بمعنى أدق كلما عظمت احتمالية الخطر في المكان زاد عدد المركبات في الموكب لقد أفاد عملاء سابقون في الخدمة السرية أن أصغر المواكب عادة ما يتكون مما يقرب من عشر مركبات أما في الأماكن ذات الاحتمارية الأعلى من الأخطار فمن الممكن أن يتكون المركب من أربعين مركبة وسيارات متعددة الأغراض ودراجات نارية يراقبون دائماً لكل موكب رئاسي العديد من العملاء والشرطة السرية لحراسته إن الجزء الأساسي من ذلك هو المراقبة البصرية حيث إنهم يتفحصون كل شيء للوقاية من أي تهديد كما يقوم العملاء بالاستماع لموجات أثير عبر الراديو أو الهاتف الخلوي لقد تم إثبات ذلك عام 1996 عندما استطاع العملاء الاستماع إلى كلمة زواج وكلمة جسر بينما كان بيرل كريمتون في جولة في الفلبين وبمعرفة أن كلمة زواج هي كلمة السر لعميل إرهابي فقد قاموا بتحويل مسار الموكب وتم بعد ذلك اكتشاف متفجرات متصلة بالجسر جنبا إلى جنب مع مسار الرئيس قوة النيران الخطيرة قم بإلقاء نظرة على هذا المدفع الموضوع على سيارة متعددة الأغراض حسناً إنه يبدو كأنه مستوحا من فيلم سينمائي ولكننا نؤكد لكم أن هذا واقع وهو جزء من الموكب الرئاسي انظر إلى هذا الموكب ولاحظ السيارة متعددة الأغراض من دون عملاء داخلها تلك السيارة مزودة ببندقية ذات ست مواسير يمكنها إطلاق آلاف القذائف في الثانية الواحدة بالتأكيد دائماً ما يقوم العملاء السريون بشحن مجموعة من الأسلحة ولكن لهذا الرجل بالتأكيد الكلمة الأخيرة في أي جدال لمسة من جيمس بوند على الرغم من أنها مصفحة من كل اتجاه فإنها مزودة أيضاً ببعض الإضافات التي تتمتع بها سيارات 007 حيث إنها مزودة بكاميرات للرؤية الليلية وقنابل الغاز المسير للدموع ومعدات مكافحة الحريقة إنها جميع الميزات القياسية كما يمكن للمركبة النجاة من أي هجوم كيميائي نظراً إلى أن بها امدادة الأكسجين الخاصة بها هذا بالإضافة إلى لمسة من الأناقة تمنحها لها الكراس الجلدية في الخلف لذا بينما يجن جنون العالم في الخارج يمكن للرئيس الانتقال بأريحية داخل المركبة تعد هذه الحماية جنونية فيما يخص رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في موكبه هل تريد معرفة المزيد؟ قم بمتابعة القناة شكراً لكم على مشاهدة الفيديو لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة ترجمة نانسي قنقر